مجزون إخباري جديد فأهلا بكم التقى الواعي دروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القادة الرئاسي بمعاية رئيس مجلس القادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وناقش اللقاء جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام وجدد وزير الخارجية الأمريكي موقف بلاده الداعم لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام منوها إلى أهمية وحدة الموقف في مجلس القادة الرئاسي من جانبي أشاد الزبيدي بدور الولايات المتحدة والأمم المتحدة في وقف الحرب أوضح الزبيدي الوزير الخارجية باتخادم بين الحوثيين وتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية بمصرع ستة من قيادتها الميدانية ينتحلون رتبا عسكرية عليا وفق وسائل أعلام حوثية فقد تم في صنعات شيع ستة من القيادات لقوا مصرعهم في جبهات القتال المختلفة يشار إلى أن ميليشيات الحوثي نفذت محاولات تسلل فاشلة في جبهات الساحل الغربي ومأرب وشمال الضالع وشمال الحج زار محافظ أبيان اللواب بكر حسين وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي هيثم الغريب وفريق متابعة ومراقبة للمشاريع مشروع سد وادي حسان الإسراتيجي بمحافظة أبيان بتكليف من عبد الرحمن أبو الزرع المحرمي وطلب المحرمي من محافظة المحافظة ومدير عام مديرية خنفر تقرير اللجنة للبدء في تعويض الأهالي الذين تقع مساكنهم ومزارعهم في حرم وادي حسان ويولي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد الوية العماليقة الجنوبية اهتماما كبيرا بالمشاريع الخدمية والتنموية ويحرص على نجاحها وإنجازها في الموعد المحدد لها وصل اليوم رائد الفضاء الإماراتي إلى أرض الإمارات بعد ستة أشهر قضاها في محطة الفضاء الدولية انجز خلالها بنجاح مهمة طموح زايد اثنان وبهذا يصبح النيادي أو الرائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية ويعزز هذا النجاح ريادة الإمارات عالميا في قطاع الفضاء إذ أصبحت دولة الإمارات العاشرة عالميا في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية كما يضاف هذا الإنجاز التاريخي إلى سجل إسهامات العالم العربي في استكشاف الفضاء الخارجي نهاية الموجز للقاء